روعة الاداء اربعة واحد فوز عظيم لو استهام على الستر سيتي ماتش قوي الفرقتين في اول مباراة في الموسم فازوا كسبوا فالفرقتين بيلعبوا بعض النهاردة اثبات حالة كل فريق عايز يثبت ان هو يفوز الماتش التاني عشان يستمروا موضوع يبقى مش صدفة يبقى السمرارية واضحة لو استهام ان ديفيد مويس موديل الفن واستهام محضر للموسم كويس جدا العيبة وقفة على على حلها شكل هجومي كزا نجم في الناحية الهجومية هنتكلم عنه بس ما تنساش تدعم القناة شرفني باشتراكك في القناة وياريت تدعم القناة بلايك سعيد بالرحمة سعيد بالرحمة مش مهيبر يعني مثلا مش عمل جون ومزاي انطونيو انطونيو المهاجم من اول دي عايز يجيب جون عشان يبقى هو الهدف العالمي الهدف التاريخي واستهام فتلاقي ما بيبصيش لحد ولكن عجبني اوي 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 سعيد بالرحمة انه هادي مش اناني الهدف الاولاني الاسس الاولاني هي لمسة واحدة جات له ردها لبولو بابلو فرناص ردهاله هدف عالمي بولو فرناص رح له لان سعيد بالرحمة عملها له على رجله في وسط الجون قال له الرجل قلشت منه داخلت جون يعني شوف قد ايه مش اناني الهدف اللي هو جاله نيته كويسة الضغط على المدفعين والحرس اللي برق جون لازم انتونيو لازم يلعب عليه سعيد بالرحمة تحرك بتاعه هو الهدف قطع كويس وسبق المدفعين عشان ينقذ انتونيو انتونيو كلها هيدغط عليه رعبها بالعرض وجابها جون الهدف الاول والهدف التاني كلمة السر لفوز واستهام لانه كان افضل لستر سيتي ابتدى المباراة افضل بين المنورة هو المستحوز والسام كان بيلعب انه يحلق واول ما هي تعقورة يلعب على الاربع المهاجمين الاربع المهاجمين بوين ناحية اليمين وسعيد بالرحمة ناحية الشمال وانتونيو المهاجم القوي اللي هو هسجل الهدف الاولاني في مشكلة كبيرة جدا في فريق السام المشكلة دفاعية مشكلة هجومية بسيطة لو اتحلت والسام هيفضل ينافس طول المباراة فريق قوي عنده اتنين دفندرات وسط ملعب على اعلى مستوى رايس نجم المنتخب الانجليزي وسوتشيك الهوف التاني هم اتنين بس وراء فص الملعب اتنين بس وديفت مويس بيلعب باربعة قدام بيلعب بابلو اللي سجل الهدف الاولاني رقم تمانية هو بيلعب جنب انتونيو وناحية اليمين بوين وناحية الشمال ساعة برامحية دي المشكلة في فريق السام بتلعب باربعة قدام يبقى حاجة من الاتنين اما الاربعة يضغطوا على المدافعين يقطعوا الكورة لان لو ما طعوشوا الكورة وكورة عدتهم الاربعة في مساحات وراء اتنين في نص ملعب بس مش تلاتة فدي اول مشكلة كانت بين اول شرط الاولاني الاربعة ما كانوش بيضغطوه الاربعة سلاسي شالدر التوركي اللي هو هو كان القائد السلاسي المدافعين بينقلوا الكورة واستهام بيحلقوا ما بيضغطوش طب انت اربعة قدام انت زيد واحد قدام ومنقص واحد في نص ملعب فلازم تضغط تقطع ما تضغطش تقطع هتتلعب في نص فيه كان في مساحات كتيرة في شرط الاولاني فص الملعب فاضي خالص ودي كان العيب العيب التاني العيب كان يعني لاحظته قوي انتونيو مهاجم مهاجم قوي بس فيه اربعة مهاجمين كل واحد ليه دور بوين ناحية اليمين سعيد بالرحمة ناحية الشمال انتونيو فرود وبيلعب جنبي اللي هو المهاجم المتحرك بابلو سجل الهدف الاولي انتونيو بيعمل بقى من الشرط الاولاني ينزل يستلم القوت المفروض القوت هتلعب ليمين لبوين اللي هي حتت ولي هي تلمين او العكس سعيد بالرحمة الاول هتلمل سعيد بالرحمة هو ينزل يستلم يعني من الاخر بياخد شغل زميله انت راس حربة لا هو عايز الكرة هتتبصل سعيد بالرحمة هو ينزل يستلم مكان سعيد بالرحمة ويلف ويروح وعايز يجيب جور الناحية ليمين ناحية بوين في كذا كرة كده تتلعب يروح رايح مستلمها طب ازاي انا انتونيو هو وبنهاجم كده يبقى سعيد بالرحمة هنا وبوين هنا وبابلو جنبي انا كراس حربة لما تجيلي الكرة على الارض فص الملعب بظهري هي وانتتش او توتتش اوقف الكرة والعب لسعيد بالرحمة او العب لبابلو او العب لبوين لا انتونيو كان لغيهم كان يستلم الكرة ويلف هو يروح بعد الهدف التاني بتاع سعيد بالرحمة فيه كرة انتونيو وقفها وبص السعيد راح ابيلها لسعيد وجيري سعيد حطها لو تاني انتونيو لف وراح شائطها جات من الجن طلحها كورنان فاكرين الهدف الاولاني شائطه الاولاني في الدي اربعين الهدف الاولاني بابلو عامل ايه هو السلم بابلو السلم السلم وحطها على طول لسعيد بالرحمة سعيد بالرحمة راح رفح حلو من لمسة واحدة ليه هو تاني راح مسجل لما بتلعب مع زميلك هيلعب معاك كانت واضحة جدا انتونيو اه سجل هدفين ومهاجم قوي جدا لكن فيه مطشاط لازم هتتعامل مع زميلك لازم بوين بوين ده لعب كويس جدا على فكرة جدا لاشهر ناحية اليمين وسعيد بالرحمة هو كلمة السر عمل الهدف الاول وسجل هدف التاني خلص المطش فلازم انتونيو يتعامل مع زميلك هو ما بتعملش معهم عشان كده انا خايف على واستهام ان تبقى عندهم الحتة فردية فاكرين لفربول لما صلاح مالعبش المانيو مالعبش الصلاح في المركز السادس السنة اللي فاتت ولا الخامس طلوع الرابع ولا الخامس السنة اللي فاتت بعد ما كانوا بطل الدوري وكانوا ابطال اوروبا ما بقوش لعب انتونيو واضح من الشرط الاولين كده والله يا جماعة انا ملاحظها سعيد بالرحمة يبقى كده وهو ينزل السلم حطها بقى لسعيد يلف وعايزه يروح يجيب جول لاغي سعيد طب ما ينفعش سعيد بالرحمة بقى بيمسك الكورة زي ما هي عايزة بيطلع الباك يطلع الباك يباصل انتوني يباصل انتوني يرفع يرفع مش اناني مميز جدا عشان كده سعيد بالرحمة ربنا الكلم وتاني ماتشة هو عامل اسست ومسجل هدف برغم ان هو مش اناني ويلا عايزة اجيب جول لا 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 هادي ربنا بيكرمه طولت عليكم اعمل لك الفيديو واشتراك في القناة